جبهات متعددة فتحت نيرانها على تيار الحكمة بعد دعوته لتظاهرات مليونية في البصرة ومحافظات أخرى يوم الجمعة المقبل تظاهرات أثارت قبل أن تنطلق حفيظة قوة سياسية اعتبرتها تهديدة للاستقرار الظاهري الذي تعيشه العملية السياسية لكن الكثير من العراقيين يرون أن أي تظاهرات بإشراف قوة سياسية شاركت في حكومات الاحتلال محكوم عليها بالفشل ولا تعد كونها استعراض للقوة ومحاولة أخرى لركوب الموجة الشعبية الساخطة على الطبقة السياسية سيما وأن الدعوات تنطلق من حزب متنفذ في السلطة ومتنعم بمغانمها ورقة الشارع التي طالما استعملها التيار الصدري منذ عام 2003 عبر التحشيد بين الأونة والأخرى في احتجاجات يشارك فيها الآلاف من أنصاره يريد تيار الحكمة اليوم أن يستخدمها في معرض الصراع المتصاعد مع محافظ البصرة أسعد العيدان الذي انقلب عليه هذا الأخير رد على تيار الحكمة بلهجة حادة معتبر أنه غير قادر على تنظيم تظاهرة مليونية بيد أن أقوى الردود جاءت من تحالف الفتح الذي وصف دعوة عمار الحكيم للتظاهرات بأنها مثيرة للاستهجان والسخرية وأكد أعضاء في التحالف أن دمار محافظة البصرة وانتشار الفساد المالي والإداري فيها سببه تيار الحكمة والمحافظ السابق ماجد النصراوي الذي ينتمي للتيار نفسه البصرة ومحافظات أخرى كانت قد شهدت العديد من التظاهرات الشعبية في الأعوام الماضية والتي جوبهت بالقمع ومطاردة القوات الحكومية وأحسابها وميليشياتها لمنظمي تلك التظاهرات لكن ذلك لن يمنع الغضب الذي قد يتحول يوما ما إلى تظاهرات أوسع وأشمل لن يسيطر عليها هذا الحزب أو ذاك وربما تقول إلى تغيير شامل يترجم توقع العراقيين إلى التحر والانعتاق من الطبقة السياسية المتسلطة على رقابهم والتخلص من الأجندة الأجنبية التي عبثت بالعراق وحولته إلى واحد من أفشل البلدان على مستوى العالم اشتركوا في القناة